اختيار الفريق الركن جمع عناد سعدون لشغل منصب وزير الدفاع كان محطة تقدير جميع الكتل السياسية التي صوتت على اختياره دون اي تحفظات كونه شخصية متميزة وله تاريخ مشرف في العمل بالمؤسسة العسكرية وقارع الارهاب وكان احد مفاتيح النصر عليه الزميل احمد صلاح الدين راقب المشهد وعد التقرير التالي الفريق جمع عناد سعدون خطاب اطلب من المجلس التصويت على المقاتل احد ابطال التحرير الفريق جمع عناد وزيرا للدفاع علما ان نقدم استقالة مكتوبة الى سيد رئيس الوزراء اطلب من المجلس تصويت على وزير الدفاع نعم الموافقة بالاجمع ترشيح الفريق الركن جمع عناد سعدون لشغل منصب وزير الدفاع لم يأتي من فراغ فهو ابن المؤسسة العسكرية وعمل وتدرج بمناصب عدة فيها وكان له بصمة بارزة في كل مكان عمل به ونال تكريمات عدة من قيادات الجيش العراقي الفريق الركن جمع عناد سعدون خطاب الجبوري هو من مواليد صلاح الدين تحديدا في قرية العثى قضاء الشرقاط عام 1956 واخر منصب شغله منصب قائد القوات البرية العراقية منذ بداية عام 2019 حصل الفريق الركن جمع عناد على درجة الماجستير في العلوم العسكرية كما خاض دورات عسكرية متخصصة في الاتحاد السوفيتي السابق تخرج من الكلية العسكرية ومن قبلها تخرج من كلية الهندسة جامعة الموصل ومن المناصب التي تولاها بالجيش منصب قائد عمليات صلاح الدين وقائد شرطة صلاح الدين ونائب قائد قوات الحدود ومدير حركات رئاسة اركان الجيش ورئيس اركان فرقة مشات ومدرس في كلية الحرب وامر لواء مشات وقبلها اامر لواء مغاوير في كلية الاركان دورة خمسة وخمسين واتفوقت في الاركان جيد طرعت الثاني على دورتي بقيتها وادرجت في المناصب يعني ضابط ركن لواء وامر فوج ومقدم لواء وامر لواء الى نهاية الى سقوط النظام الى قائد قوات الحدود بمنصب نهاية قائد قوات حرس الحدود وبقيت تقريبا اكثر من ثمان سنوات في هذا المنصب كان منصب بدرجة مدير عام وبعدها نقلت الى شرطة صلاح الدين بمنصب قائد شرطة صلاح الدين وعملت تقريبا سنة ونص بتاريخ سبعة خمسة الفين وخمسة عشر صدر عمري قائد عملاء صلاح الدين والحمد لله الله وفقنا في واجباتنا وحررنا المحافظة كلها يعني مثل ما يقوله بالمثل خرجنا بوجهة ابيض شارك الفريق الركن جمعنا سعدون في اعادة تنظيم الجيش بعد احداث الفين وثلاثة وكان له دورا كبيرا في بنائه وفق سياقات عسكرية مهنية ما جعله قائدا يتميز بالحنكة القادرة على مواجهة التحديات والنصر عليها وهذا ما كان ابان المنازلة الكبرى ضد اعتى تنظيم ارهابي عرفه التاريخ فكان متصدرا لمشهد المنازلة ضد داعش الارهابي وكان الميدان ساحة التواجد له وقيادته لجحافل المعركة وادارتها جزءا لا يتجزأ من صفحات النصري الذي تحقق رغم استهدافه اكثر من مرة وتوسم جسده باصابات شرف عديدة لتبقى نياشين تحكي للاجيال قصة بطولة هذه الشخصية البارزة التي كان لها دورا مع اخوته القادة والضباط والمنتسبين في صفوف قوات الجيش والشرطة والحجد وباقي التشكيلات في عودة العراق ابيا مرفوع الرأس بعد طرد داعش الاجرامي من المدن التي احتلها عام 2014 اختيار الفريق الركن جمع عناس سعدون لمنصب وزير الدفاع يعطي الامل للعراقيين الذين ينتظرون اعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية الى سابق عهدها لكي تكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بما يعزز الاستقرار والسلم في عموم ربوع بلادنا العزيز ترجمة نانسي قنقر